اخوة الايمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احاديثنا هذه الليلة تتناول التحديات سواء كانت تحديات اجتماعية او كانت تحديات ثقافية او كانت تحديات سياسية هذه التحديات التي قد تكون عرقلة من العراقل التي سوف توقف حركة الدعوة في كل مكان لا يكن مؤمنين كله ولا منكران كله ولا بد لكل عصر من مؤمنين ومنكرين وإنما يختلفون فقط في أسباب الإيمان وأسباب الإنكار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه آيات قرآنية وفي سبيل مواجهتها لكل التحديات المذكورة فالدعوة لابد تستعمل تلك الأساليب التي تأتيها حيناً عن وحي السماء وحيناً آخر عن تجارب السابقين ومن طرف تلك التجارب يمكن القول أن الدعوة تمر في مراحل أربع المرحلة الأولى تاريخية فتاريخ أية دعوة من الدعوات السماوية قد يكون حيناً متصل الجذور والفرع معاً وحيناً آخر قد يكون منفصلاً ومظهوم هاتين الكلمتين هو أن الإصطفائية ليست حقراً لأمة معينة أو أسرة معينة أو نسب معينة لم تبقى الإصطفائية أبداً في قوم يبغون كل شيء عوجاً وقد فصلت الآيات القرآنية فصلت موضوع الإختيارية فصلته في نوح وابنه فصلته في إبراهيم وأبيه فصلته في امرأتين نوح ولوت فصلته وأخيراً في محمد أو عمه أبي طالب وقد جاءت قصة موسى وهارون في قضية الخلافة التي لم يكن لها أي معنى إن لم يكن معنى النيابة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وهكذا جاء التحدي أرضاً من طرف عيسى بن مريم وهو يناهض الحواريين على أداء مال قيصر لقيصر ومال الله لله وما قرأناها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية كل الكفاية أنه قديماً وحديثاً وحتى النفخ في الصور لن ينال عهد الله الظالمون وانطلاقاً من هذه الآية القرآنية تكون المرحلة الثانية مرحلة المقارنة بين الأساليب وذلك كي يميز الخبيث من الطيب إن التصارع الأرباب لم يخل منه عصر من العصور لكنه في كل عصر يقتضي أخذ المحاذير من طرف وأخذ المخاطر من طرف آخر وشتان ما بين المحاذير والمخاطر ويحذركم الله نفسه ولذا يقول القرآن الكريم ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ويقول في آية أخرى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً كما يتساءل في آية أخرى أرباب متفرقون خير؟ أم الله الواحد القهار؟ ومن هذه الآيات البينات قد تفترق جميع الضرق فهناك مثلاً مفترق طريق بين التعديد والتوحيد ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هو مفترق طريق في عبادة الأسرة الواحدة التي قد تختلف بين الطريقين كما سبق ذكرها في تاريخ الدعوة فيقول يوحنى يعني يحيى النبي يقول من ذلك إني أقول لكم بصراحة إن الله عز وجل قادر أن يخرج من هذه الحجارة أبناءً لإبراهيم فالعقائط لا شك عربة للمخالفة لكن اختلاف قطيعة الضغن في اختلاف قطيعة المعز وهناك أيضاً مفترق طريق في كيفية استعمال الخوارق بين الكهنات والنبوات فإذا حبالهم وعثيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا مسلكلين لكن ما تلك بيمينك يا موسى هذه حقيقة أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال أهي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخر سنعيدها سيرتها الأولى وفي آية أخرى وفديناه بذبح عظيم وفي آية البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لكن في آية أخرى حرمت عليكم الميتة وفي دعوة طبيعة إنه لا يحدث حادث ديني ولا حادث دنيوي إلا سبقته مقدماته وهكذا وهكذا جاءت كل دعوة وفاقا لمطالب العصر الذي أوتيت من أجلها وكما يحدث الإنقلاب في الحكم لسبب أو أسباب كذلك إذا ظهرت معالم الآفات في قوم حتى أصبحت علنية وتهافت الناس على الحياة الزاقطة فحينئذ يمكن توقع الإنقلاب إما من طرف السماء أو من طرف الأرض حتى إذا جاء أمرنا وفارت نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وعينك إلا من سبق عليه القول ومن آمن تكت وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إلى آخر الآية وفي آية أخرى ودلك عاد جحدوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا وأطبعوا في هذه الدنيا لعنى ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى أن قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذ يوميذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وآية أخرى هذا في حق إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوطم إن إبراهيم لحليم أواهم ونيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود آيات في آيات يحكيها القرآن الكريم وكأن طبيعة الدعوة تتعاون مع الإرادة الغيبية ومع النصرة الإلهية التي لا غالب لها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وهذا إذا تحجرت الأوضاع السياسية والاجتماعية وساءت العلاقات والمعاملات بين الحاكم والمحكومين بين حزب وحزب بين طائفة وأخرى حتى تقطعت بينهم الأسباب كذلك إذا تجمعت الثروة والكزل في ناحية وتجمعت الفاقة والجهد في ناحية أخرى وغرق الأم أغنياء في الترف وغرق الفقراء في الشقاء فحينئذ فسدت حياة هؤلاء وحياة هؤلاء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فالكتاب الأسود فالكتاب الأسود كتاب فيه الشرائع والأحكام لكن الكتاب الأبيض كتاب أرض الواقع قد يملي أنه إذا ما تفرغت كفة ميزان العدالة واستوت معا فحينئذ تكون العدالة السماوية مع صوبة العينين ويومئذ تنقش الشرائع والقوانين حينا على العصى وحينا على الحجارة حجارة من طين اللاذب أو حجارة من سجيل فجعلهم تعصف مأكون ألم نقل لكم في حديثنا تلك الليلة أن وسائل النفوذ الطاغية مقرونة بوسائل المقاومة العادلة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت العرض وتبقى المشكلة هي مشكلة هذا الدفع الإلهي الذي يأتنا حينا من الغيبيات وحينا آخر من الإنسانيات والسؤال المطروح الآن هو هذا كيف تكون حجمية هذا الدفع ما هو حلاله وحرامه وما هي حدود الله لهذا الدفع نتخ ولا تعتده إن الله لا يحب المعتدين وقد جرى حديث بيني وبين قائدنا العظيم الشيخ أحمد التجاني جرى بيني وبين حديث حول مسألة السيف والحديث الذي جاء في شأن السيف ما أخذ بالسيف لا يسترد إلا بالسيف لكن الشيخ أحمد أجاب وقال يا مصطف لكن ما أخذ بسيف ما أخذ بسيف كيف يسترد بالسيف شيء مهم جدا يعني ما أخذ بالسيف لا يسترد إلا بالسيف فقال الشيخ أحمد ولكن يا مصطف ما أخذ بسيف كيف يسترد بالسيف وهذا حين يكون الإذن أكبر من النفع سيما وثمت خيرات لا تأتي بغير محصول الشر وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا يحتاج إلى ثوعية أو يحتاج إلى أذن واعية وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُمُولَنَا فكلمة الجهاد هذا يعني هذا يعني الجهاد تحتاج يعني الكلمة إلى تفسير علمي وإلى تحليل فلسفي تعم جوانبها المتعددة فجهاد الذين أخرجوا من ديارهم وصلبوا أموالهم غير الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لا يكمل ما لم يكمل الجهاد فيه والذين جاهدوا فينا والجهاد فيه أيضا لا يعني الجهاد في الله حق جهاده تلك مراحل أربعة ولكل منه شرعيته ومنهاجه يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها فنعم أدركنا عصرا أصبحت أمريكا سيدة العالم وذلك بحق نفوذها وسيطرتها كطاقة كبرى وأصبحت أوروبا سيدة العالم وذلك بحق نصوصها ومواثيقها باسم الحلف الأطلنطي وأصبحت صينية سيدة العالم وذلك بحق سلعها وتجارتها وأصبحت إفرائيل وكأنها سيدة العرب وذلك بحق قوتها وأسلحة دمارها الشامل وأصبحت إفريقيا من جميع ذلك وكأنها عبيدة العالم بحق جوعها وفقرها وقد طبطل لديها الصدقات إما منا أو أذا وقد بدت البغضاء من أفواه الجميع إذاعة وتلفزيونا وصحفا وجرائد سواء إن كانت كلمات أو كانت كاريكاتورات كبورات كلمات تخرج من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وحكذا نجد مكتوبان في جاري دتي كوريه انترنشنال رقم 735 ما يلي المسلمون جميعا وهم جانين الهلا وهكذا أيضا نشاهد في التلفزة آلافا مؤلفة من الأناجيليين خرجوا في القدس المحتلة يوم 15 أكتوبر عام 2004 خرجوا احتجاجا على التوراتيين الإسرائيليين الذين انسحبوا من ضفة غزة لصالح العرب المسلمين في فلسطين وذلك أنهم يعتبرون عودة اليهود إلى أرض المعاد يعتبرونها شرطا أساسيا لعودة المزيئ فنعم فنعم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين لكن من هم هؤلاء المرسلون هذه المرة إن الذين توارثوك على الهوى بعد ابن هند طالما قد كذبوك لم يلبسوا برد النبي وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك كنت يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في العرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فمشكلة الشر إذن هي مشكلة المشاكل وقد يدور السؤال والجواب فيه على محور قديم وحديث ولا يزال الباب مفتوحا للسائل والمجيب سواء اليوم أو غدا وحين سأل سائل بالعذاب الواقع من أين يأتي الشر إلى عالمنا هذا والله خالقه عفو غفور من أين يأتي فعجب البعض بأحسن ما يكون من عبارة هل الناس يقبلون اليوم من الحاكم الخالق ما يقبلونه أمس من الحاكم المخلوق ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وهذا من معاوية من معاوية ابن أبي سبيان إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين في بغداد وهكذا يرى أرباب الفضل وأهل الذكر الذين يقدرون لكل شيء تقديره المناسب يرون أن الشر لا وجود له بذاته وإنما غياب الخير أو نقصه هو السم القاتل فالشر وهما يزول ولا بقاء لهم على الخير كن فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا ومن هنا يكون دور الجماعات الإسلامية فعالا ومثمرا للغاية فالجماعات بالنسبة للإسلام هم أشبه بالكواكب الشمسية وكل كوكب يدور في فلك له ولكل منه حجمه وطبيعته فتبقى المسألة أهي مسألة التجارب تجارب دعوة من لدن آدم إلى محمد خاتم النبي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وآية أخرى يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لماذا؟ وهذا تجنبا للحسد بينهم أولا تجنبا للحسد بينهم مرة واستعمال الأساليب المختلفة حسب الزمانيات والمكانيات مرة أخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طاهفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه تجربة وتجربة أخرى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن كن كيف لا تبتئس بما كانوا يفعلون وفي آية القرآن لمحمد سواء عليهم وقال قائدنا العظيم شيخ أحمد سواء عليهم لا عليك يعني سواء عليهم لا عليك أأنذرتهم أم من تنذرهم لا يؤمنون وآية أخرى لها أهمية قصوى في شأن الدعوة والقدوة وفي شأن الراعي والرعية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وآية أخرى ويوهي ويوهي ولا تهنوا ويوهي ولا تحزنوا ويوهي وأنتم الأعلى ون إن كنتم مؤمنين وهذا العلم لا يعني ربط العقيدة والحكم في حدود جغرافية وفي حدود جغرافية فحسب والسابقون الأولون من المهاجرين والعنصار فالهجرة أوسع من مكة والسابقون الأولون من المهاجرين والعنصار والهجرة أوسع من مكة والنصر أكبر من المدينة فلماذا يوم ثقيفة منا أمير ومنكم أمير لماذا فالخاتمة هي إن الفكرة العظيمة والعقيدة الراسخة مثلها كمثل الحبة الطبية فمنها ما لا تشرب قط مع جرعة واحدة وإنما تشرب بكأس مليء بالماء والماء العذب فالعقيدة الراسخة أيضا لا تستكمل قط بين عشية أو ضحاء إن أبواب العقيدة لازمة قرعها ولكن بيد الضمير ولكن بيد البصير سيما والإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيرا وعنما تقرأ أبواب العقيدة بهاتين اليدين فسيدخل الدين القلوب والعقول من غير استئذار ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فقد عاشه منذ ألف سنة أو يزيد إنسان يسمى إبراهيم وبعد ألف سنة بعد إبراهيم بقي في العالم رجال هم أشبه بالخليل وربما كانوا خيرا من ألف رجل يسترشد برشدهم المسترشدون كما يهتدي بأديهم المهتدون ولا يزالون ماضين وحاضرين إلى يوم البعث وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته